السلام عليكم الآن إن شاء الله بنطلق إلى النقطة الثالثة أو النموذج الثالث من نموذج الهارمونيكو هو نموذج الفراشة حلتكلمنا عن ABCD ثم تكلمنا عن Gartley 222 والآن نتكلم عن الفراشة اللاحظ أن نموذج الفراشة يشبه إلى حد كبير هو نموذج Gartley 222 الفروق جدا بسيطة بينهم الفرق الأول هو نسبة B هو يشترط فيها نتكون يعني إذا ختم من XA نتكون البيع عند 78.6 أو 0.78 سواء كانت بهذا الشكل نسمى XA طبعا مثل كل النموذج السابقة نحن ال D هنا تعتبر منطقة بيع فنبيع وهنا ال D نعتبرها أن هي منطقة شراء ونشتري بنفس المفهوم السابق عدنا XABCD عدنا هنا نفس الكلام ABCD فالآن النقطة الأولى في الفرق بين الفراشة وبين القartley هي أن الفراشة يشترط فيها أن ال B تكون على 78.6 تلاحظ أن في عندك هنا خطط مقطعة أكثر من السابق ولذلك إذا أخذنا من XA من XA يعطيك أنت أكثر من نسبة موجودة يعطيك نسبة D يعطيك نسبة ال B وهل وما جرى بالنسبة إلى باقي النقاط الآن تجرى تستخدم بهذا الشكل الفرق الثاني هو ال D ال D يجب أن تتجاوز الأكس في نموذج ريقارتلي قلنا أن ال D يجب أن لا تتجاوز الأكس لكن هنا في نموذج الفراشة نقول أن ال D يجب أن تتجاوز الأكس سواء كانت في الأعلى يعطيني قمة أعلى من قمة أو في القاع يعطيني قاع أدنى من قاع تلاحظ مثلا الآن يعني النموذج شرائي عدنا XABCD XAB بين الأكس C بين الأكس نفس الكلام لقلناه في قارتلي الآن ال D لا نزلت تحت بشكل أكبر فكسرت الموضوع خلينا بس أعرض لك القارتلي هل القارتلي التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وأتلاحظ أن عندنا هنا ال B وال C داخل الأكس لكن ال D هي كانت بنفس الموضوع يجب أن تكون بين الأكس والأ فهذه النقطة الآن التي تفرق لك بين الفراشة والقارتلي طبعا الفراشة موضوحة شوي متعب يعني خلينا نشوف الآن لاحظ أن هذا سهم هنا شوي متذبذب حصل ارتفاع حبوط ارتفاع حبوط ثم ارتفع الآن إذا حللنا السهم بشكل كامل نقدر نقول عنه في البداية على أنه نموذج 1 2 3 4 صح؟ ولكن شفنا نبحث عن 5 كهدف لاحظ أنه كسر الأربعة بالنسبة بسيطة تلاحظ الآن بعد التذبذب والارتفاع القوي أعطاك داخل بشيء جدا راع وجميل تلاحظ وش اللي أعطانا؟ تلاحظ بعد التذبذب أعطاني قاع وقمة القاع والقمة قدت مباشرة وقت اللي شفتها رسمت بينهم خط كده صح؟ قدت احتمالنا يكون مثلث هابط احتمالنا يكون مثلث متماثل فشفت أنه لا هو سوالي بهذا الشكل وهبط قمة قاع قمة قاع ارتفع شوي وهبط فالآن قد تحتمل أنه هو مثلث هابط فتقول أن القاع العمق الموجود في هذه المنطقة الآن هو العمق الموجود تصور من كسر خط العنق تلاحظ أنه وصل نفس المنطقة أو الخيار الثاني نقول احتمالنا يكون نموذج الفراشة نموذج الفراشة نموذج الفراشة تلاحظ أنه عندي هنا مجموعة من التذبذب لو جاء تأخذ نسب في بنات شيء من أي نقطة من النقاط إلى القمة تلاحظ أنه عندي XA ال B تلاحظ أنه وصلت عن 78.6 مباشرة وصلت عن 78.6 أفكر أنه قد يحتمر أنه يكون نموذج الفراشة تلاحظ هذا الآن عقاني كفراشة النسبة الثانية بدون ما نغير أي حاجة ال 127.161 هل أنت مباشرة نتحددها على أنه منطقة شرائية بما أن الآن عدنا نموذج مثلث طبعا ما بعتمد على أنه مثلث هابط لكن نقدر أعتمد على أنه قمة مزدوجة والهدف هو نفس الهدف هي المنطقة من الخط العنق إلى القمة الأولى والهدف الأول والمنطقة من هذه إلى القمة الثانية هي الهدف الثانية يعني خلينا أرسمها بكل وضوح عندي هذا الآن فأخذ أقول عندي هذا الهدف الأول في هذا المكان والهدف الثاني في هذا المكان فأقدر أشتري على مثلا أنا أشتري 1000 سهم فأشتري 250 سهم 250 سهم 250 سهم 250 سهم بهذا الطريقة وقف الخسارة يكون كسر 161 تلاحظ أن من X إلى A يجب أن تكون بين 127 و161 وذلك الدقة قد تكون في هذا المكان من X إلى A B تكون 78.6 نجي مثلا من A إلى B يجب أن تكون بين 38 و88 من A التي موجودة في هذه المنطقة إلى B ونلاحظ أن هي وصلت عند 50 تقريبا في المئة ثم هبطت فأقدر أقول عنها الآن أن هي X A B C D النقطة الأهمة الآن في حالة اعتمدنا على النهية D تلاحظ أن عني شمعة هابطة تم ارتفاع مصلت إلى منطقة دعم وإحنا أساسا نتوقع أن هي عبارة عن منطقة شراء فتلاحظ حددنا هذه منطقة شرائية حسب الكلام الذي تكلمنا عنه في نموذج ICT أن بعد الارتفاع اختراق الشمعة تعتبر آخر شمعة هابطة هي منطقة شراء ووقف الخسارة يكون بالنسبة لنا هو قاع الشمعة التي هي هذه المستوى سواء أن تعتمد على الذيل أو تعتمد على القاع الشمعة نفسها يعتبر وقف الخسارة هو هذا المكان الآن كيف نحدد الأهداف بالنسبة إلى نموذج الفراشة مباشرة يقول لك ارسم من القمة إلى القاع هذا القمة وهذا القاع صح يقول الآن أنت عندك هدفين الهدفين تتعامل معهم أما أنك تبيع نص الكمية عند تحقق الهدف الأول ونص الكمية عند الهدف الثاني أو أنك تتعامل معهم برفع الوقف يعني كل ما حقق هدف أنت ترفع وقفك الآن اشترينا وقف الخسارة عندنا الخط هذا صح هذا قلنا الآن وقف الخسارة خلينا كبر شوي هنا الهدف الأول قال 61 61 خلينا نحط على إعلامة بهذا المستوى هذا الآن 61 هو الهدف الأول والهدف الثاني حقنا هو 127 اللي هو في هذا المستوى خلينا نشيل نسب الفيبوناتشي أو خلينا نواصل معه نشوف تلاحظ أنه هو تمل الزوج أو السهم جالس يتذذذب يتذذب وصل للمنطقة 50 جالس يتذذب عند 38 وحصل عملية اختراق لمستوى 50 حصلت عملية الاختراق لمستوى 50 نحاول نرفع الوقف شوي ونمشي معه هل نص الكمية أو نحن نرفع وقف الخسارة أما وقف الخسارة بتعتمد عليه كقيمة مقيعان تعتمد على هذا القاع الآن كقمة قاع قمة قاع وتواصل معه أو أنه ترفع لل 50% بالطريقة التي تتبغاها تقدر الآن ترفع لهذا المستوى هل السهم ما زال صعد نعم السهم ما زال صعد بالنسبة على نسب فيبوناتشي نحن نستهدف الآن هذا المستوى نحن الآن نستهدف هذا المستوى وانت عليك الآن تحل الشارط بالطريقة الكلاسيكية التي تعلمنا عليها أنك ترسم ضلع تقول والله يخترق هذا المنطقة الآن كوال قمة قاع وتعتمد على هذا القمة كأهداف وما شبه ذلك من أمور فأتمنى أنه الآن موضوع الباضح أنه في الفراشة مجرد أن D تكون أقل من X يصير عندك X A B C D من X إلى A B تكون 38 إلى 88 من B إلى C من A إلى B تكون عندك C في هذا المستوى من B إلى C D تكون بين 161 261 من X إلى A تكون بين 127 161 وال B تكون عنده 78% بالنسبة للنموذج البيعي هو نفس الكلام بالضبط تلاحظ الآن أنه أعطانا بهذا الشكل خلينا أمسح كل الموجود ونرسم عليه كخطوط واضحة تلاحظ أنه الآن عندي هنا سواء كان بحسب من البداية أو بحسب من هذه النقطة أو هذه النقطة في النهاية كلهم تقريبا نفس المستوى تلاحظ عندي هنا خلينا أشيل وأحذف هذا نحذف الهدف تلاحظ أعطاني XA من A إلى B ومن B إلى C ومن C إلى D ثم ناخد بهدف الشراء نحو الأعلى وجدًا بسيط سهل واضح فأتمنى أن أرى تطبيقاتكم عليه نشاهدكم إن شاء الله في الدرس القادم دروس متتابعة بسيطة كلنا سأحاول أخليه في مقطع بحيث أنه يسهر عليك بعدين الرجوع إليه بالتفير إن شاء الله ترجمة نانسي قنع